اخبار حصرية اليوم سنعرف على فريق نهضة بركان ما تخلش الملعب وهذا الشي اللي ترقات له الصحافة الاسبانية كانت ستكون واحد شوها انقضها المندوب ديال المقابلة المملكة المغربية ومن خارج ارض الوطن ومن قلب بركان طلب متزايد واقبل كثيف على اقتناء اقمسة فريق نهضة بركان المزينة بعالمي وخارطة المغرب قمسانو نهضة بركان طريحت على الكاف وقد وافق عليها مسبقا لذا تدخل وطلب الاتحاد الجزائري اعادة القمساني الى الفريق المغربي الاتحاد الجزائري تقدم بطلب استئناف لكن الكاف رفض طلب الاتحاد الجزائري رفض الاستئناف وقبل ما نمشه للتفاصيل اللي بغيت نعرفه عندي سؤال يعني شنو تغير ما بين يعني هات الصور اللي كتشاهدو الصورة الاولى هي اه مواجهة المغرب والجزائر يعني ببطولة العالم لكرة اليد كبار سنة تلاتة وعشرين بالسويت شوفوا اه بالقميس يعني بالخريطة المغربية يعني هذه السنوات تانية يعني اه مواجهة المغرب والجزائر بطولة افريقية لكرة اليد فتيات تلاتة وعشرين بتونس اه يا سيدة بالخريطة بالي والتالتة يعني مواجهة المغرب والجزائر بطولة افريقية لكرة اليد الفين وعشرين مصر يعني اه ماشي فزا اول حاريس يعني كيبان بالخريطة دي المملكة المغربية شنو تغير ده با عاد الاتحاد الجزائري فيديو من التليفزيون الجزائري الرسمي كيقول باللي هما يساندون يعني اتحاد العاصمة يعني لانا خرجوا مشجعين دي الاتحاد العاصمة ويقولوا شمندخل عندنا في الصحراء وشنعطتنا هاد الصحراء الغربية اللي كان دافع لي وهذا البوليسار يحتهم يعني ينددون بهذا الشي اللي وصلتهم لاتحاد اه او السلطات يعني الجزائرية في هاد المشكل اللي طاحوا فيه ولكن الاهم وهو الصحافة الدولية وعلى رأسها الاسبان البطري رح قوله يدير من هي جولة رح قوله شوف تراه وشكين من هي رح احنا نقدم كل دعم يعني دعم خاصة الدعم القانوني اه لاتحاد العاصمة من اجل يعني يسترجع حقوقه ومشاء الله السلام عليكم اليوم هاد يركز على الصحافة الدولية ومما اننا مقيمين هنا في اسبانيا فهاد يركز على الصحافة الاسبانية اللي احتهية تستنكر هاتش اللي وقع نهضة بركان في الجزائر معنا اذا ملؤاي عندنا مجموعة من العناوين ماشي غير الصحافة الاسبانية بل الالمانية المصرية التونسية الاماراتية يعني والامريكية يعني كل الصحف والخبراء في كرة القدم كلهم كيعطيوا الحق لفريق نهضة بركان واللي ما عارفين شالخوت ان فريق نهضة بركان كما غاد نخليكم معنا في الصور وهاتش اللي اتركز للصحافة الاسبانية وان نهضة بركان كانوا غاد يدخلوا يلعبوا يعني بدون اقمصة هذي كما كاتشو معايا هنا في هاتي التويت وهاتش اللي اتركت له الصحافة الاسبانية اللي قاتقول ادم صحيفات المركة والرسول نوغ اسكاندال ماروكو سسندنوا ماروكو بونا كمسيتا كون السحراي كريان خوار دسنودوس كريان خوار دسنودوس هاتش اللي غاد يتركزو عليه وغاد يترجموه يعني لاعبي نهضة بركان بما انهم يعني نزيعا منهم القميص ديالهم فقروا على انهم يدخلوا يعني بدون قميص لان هنا الاتحاد الجزائري خرق القوانين ديال الكاف حيض الاقميصة الرسمية ديال الفريق وصاوب يعني اقميصة على هوا وهذا فيه تزييف وفيه تزوير الاقميصة وفريق نهضة بركان او يعني سبونسور اللي هو الراعي الرسمي غادي تواء قادي الاتحاد الجزائري يعني بسبب هذا الفعل وهنا اللي نهضة بركان يعني باش يعني يطياح بالجزائرين والجزائرين نسمعوا الكلام ديال هاد المسجع اللي يقول هما يعني اول مرة غادي يجيو يلعب هاد الاقميصة وهذا راه كيد فريق نهضة بركان كما كانت شوف معاي هنا ماشي الاول مرة كيلعب بهاد الالبسة فراه لعب يعني افريقيان في تونس في دول افريقية ماشي الاول مرة لان كيبيعوا لهم بزاف ديال كذلك اتحاد الجزائري يعني يطالب الكاف اعتباره فائزا لاش ثم حييتوا الناس الاقميصة ديالهم اللي هي مصادقة عليها من طرف الكاف لاش الخوط الامر راه محسوم كين بزاف ديال المواضع اللي غادي يشاركوا معكم في هذا الخبر غير هو كذلك اقتراح من المغاربة ومطالب بتعديل الجامعة الملكية لكرة القدم والمقترح الجديد وهو ان يكون اللوغو ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعني بشعار ديال الصحراء المغربية بلي هنا دائما غادي نمشيوا بهذا الاقميصة جميع الاندية في جميع الرياضات يعني نبدلو اللوغو نعملو الخريطة يعني داخل اللوغو اللوغو اللي يكون يعني في الاقميصة كاملة كذلك عندي طلب بما انه كين مجموعة من لاعبين جزائريين يمارسون في البطولة الوطنية فجميع الاندية قصة تعمل الخريطة المغربية عندي رسالة الفريق تحط تنجل هو الفريق ديال مدينة ديالي عندي رسالة بما انه كين جوج ديال اللاعبين كين تعمل الخريطة ديال المغرب في الاقميصة ديالها غادي يشوفوا لو اي شنو كتقول صحيفة المركة صحيفة المركة اللي احتهية ترقات الموضوع وكيضيفوا مهزلة يعني في كورات القدم انهم يعني حرموا الفريق يعني من لاعب الاقميصة دياله اللي مصادق عليها من طرف الكام خوت لايكات ديالكم الفارتاج على ودخلوا القناة ديال ادم قلوا اي كما طلبتوا راك يعملون مواضيع متنوعة وما طلبتوا منهم انهم يعملوا القناة ولكن باقي ما كنت دخلوش عندهم بزاف كين اخوان يعني دخلوا ولكن كي يطلبوا منكم انكم يعني تزيدوا تجعوهم في القناة راه اضروا لا تيضروا بزاف على القرى حتى الموضوع ديال نهضة بركان هما سبقوني الموضوع ديال الصحافة الاسبانية راه منزلين فيديو كذلك على المشاكل التحكمية ديال اسبانية ديال المهم القناة هي ادم الو اي فاليكم ما كنت شوفوه هنا في الصورة دخلوا عندهم القناة ديال يعني والعربية على المهزلة ديال فريق نادة بركان اللي كيقول باللي غادي ينساحب ملكة نهائيا ما عرفت واش الاسيوين غادي يقلب لهم امتحاد الاسيوين ولا غادي العبو في اوروبا بما ان بالله ما نقالت باللي هما يتواجدون ما بين اسبانيا والبرتغال مربما غادي العبو في القرى يعني الاوروبية يعني تهريج يعني الانتحاد الجزائري اشتركوا في القرى اشتركوا في القرى سمعتوا يعني الترجمة لهاد العنوان يعني نويبو اسكندالو يعني مهزلة يعني مرويكوس يعني الفريق مغربي يعني معني بهذا المهزلة يعني الفريق مغربي اللي ما تعرض له يعني في الجزائر اسكندالو يعني ان اللاعبين بغاو يلعبو بدون اقميصة يعني كما تششوف صور لابسين بحال هذا وتحت منهم كتكون قميصة دائما اللاعبين كيدخلوا بهذا الشكل ولكن يعني المندور ديال المقابلة رفض على هادشي هذا هو السبب علش اللاعبين ما دخلوش لأرضية الملعب لانه نزعت منهم الاقميصة ديالهم اللي كيلعبو بها ديجا كيلعبو بها وما دام انهم كيلعبو بها فراه مصادق عليها من طرح الافريقي لكرة القدم وهادشي شفناه يعني بتحليل يعني قرة القدم الاقميصة ره مصادق عليها وخير دليل وهو ان الاتحاد الدولي يعني المصارعة صادق على اقميصة جديدة بالخريطة ديال المملكة المغربية اذا لاش هالجزائرين يتكلمون عن السيادة الجزائرية يعني في الفريق المغربي يعني مس بشي سيادة جزائرية فقط يعني القرعة ودعتنا امام الاتحاد العاصمة ديال الجزائر فامشينا اللعبوا بالاقميصة اللذي يعني المعتادين كاللعبوا بها يعني ما صنعناش اقميصة جديدة والحكم يعني كان يعني بشكل نهائي يعني ولو انهم السأنفوا يعني مرة اخرى يعني الاتحاد الافريقي حكم على انهم يلعبوا بالقميص ديالهم فالاتحاد الجزائري يعني منعهم وجاب هو اقميصة من عنده باش يلعبوا هنا فعلا هنا سيكيكينا يعني اختراق ديال القوانين ديال الكاف وغادي تكون عقوبات صارمة وهنا كالرجع الواحد المقولة كنت قلتها يعني في واحد الفيديو ان الجزائريين يعني بالعاني يعني افتعلوا هاد الصراعات وهاد نزاعات باش ميجيوش يعني يلعبوا في كأس افريقيا المقامة في المغرب السنة المقبلة يعني باش في قلوب للمقابلة خاصة تلعب تونس يعني على هواهم يوم ما بغين يمشي الكاف على هواهم فارق ديال بركان حضر يعني كرة طائرة منو على انه يدخل يعني هنا الناس فيعلا كيسي يصر رياضة كيمنعو فارق على انه مفروض عليه انه يمشي لعب بركان حرموه انه يجي في يعني في رحلة جوية مباشرة يعني بالزهف ديال العراقي لماشي لأول مرة كانت يعني مع البيعت ديال الويداد كانت مع البيعت ديال البحر الابيض المتوسط الاعتداء على اللاعبين سب الجماهل المغربية سب مسؤولين المغربة يعني داخل الملاعب يعني كل هات تجاوزات اخرها البارح مغوش يلعبوه ولكن اتحاد العربي يعني الكرة اليد يعني غاد يفرض عليهم عقوبات صار مال خسارة بعشر الهداف لسفر يعني من هات شدة كله هات الناس يعني باقي ما بغوش عارفون لهم عارفين هما اللي كي اختارقوا القوانين وهم يعني اللي كي تسبو في هات المجموعة ديال المشاكل زيد دام قرال المقال الصحافة الاسبانية يعني قبل راي لعبو في هات المنافسة هات الصحافة الاسبانية يعني وهذا جوابا على السيد اللي قال نو بغاو يجيو الجزائر يعني يتعداو على السيادة الجزائر يا بأقمصة اللي فيها الخريطة المغربية اللي بغيت نفهم السؤال اللي كانت راح دائما هو ان الصحراء المغربية تحت سيادة المغربية وتحت حق مغربي يعني حاليا حاليا وحتى يرت الله والأرض معاليا الصحراء مغربية وستبقى مغربية ودابة حاليا يعني الصحراء راديا المغرب يعني اشنا هو هات الشي اللي عمل المغرب اللي قلق هاد الناس يعني خريطة المغرب خريطة المغرب كاملة مكمولة اذن فين كينا يعني ان المغرب يعني اخترق القوانين ديال الكاف او ديال الفيفا او لا او لا شيء من هاد القبيل واشتفهمنا زيدة ادب ديال هذا هو السبب يعني هذا موضوع ما قي مخرش الوجود وهذا الترقات له الصحافة الإسبانية يعني السبب علش أن اللاعبين مدخلوش الملعب يعني منذوب المباراة هو الذي منعى اللاعبين لأنهم كانوا غادي يدخلوا يعني كانوا غادي آآ يبينوا يعني الاعتداء ديالتحاد الجزائري لكرة القدم أنه ادى لهم الأقمصة ديالهم واش هديك الدخل العقل أنك تدي للقميص ديالي الرسمي المصادق عليه من طرف يعني الكاف وتعطيني قميص على هواب واش هذا هو اختراق القوانين ديال اللعبة ديال الفيفا أو الكاف أو الانتحاد الأسيوية والانتحاد الأوروبي هذا هو الاختراق ديال القوانين يعني ذاك الأقمصة مصادقة عليها من طرف الكاف وهنا يعني حتى الصحف الدولية يعني مقات يعني ما مفهموا والو يعني آآ العنوان كيقولوا يعني مهزلة وكين اللي كي يبغي يعني يغير هاد الحقائق كاملة وهو ما كيبينوا رسم دلومين هنا باش عرفوا الناس مصادقة اعلام بشأن مصير جزائري الوطنة آآ هذا هو الموضوع موضوع انه كين مجموعة من الجزائري كيلعروف البطولة الوطنية هاد الموضوع غادي رجعلي له آآ من قبل آآ هنا آآ هاد هاده هاده هادهي الرسون الاس شنو كتقول لألوان دهاتي مجموعة من دتائج ماشي يسته سيه يعني آآ عملو السيئناف آآ تقدمو يعني باعتراد آآ الكاف رفضات عملو السيئناف الكاف رفضات دابا همفتاس ولكن هما يعني آآ يعني كيختلفوا شي كيقول انه مخصوم يمشي لعبو شي كيقول اللي يعني بحالة انه الطاس والطاس يعني طبيعا في الحال غادي عطي الحق لفارق ناظت بركان لأن الأقميصة مصادقة عليها من طرف الاتحال الافريقي للكورات القدم فهنا النتيجة مربوحة دابا شو نبدو كيعملو دابا كيقولوا لا بغينا نمشي يعني اللعبو مقابلة واحدة في دولة محايدة في تونس واختاروهما تونس يعني باغين يعملو باكش اللي بغاوهما احنا متشبتين يعني بالرأي دينا يعني بالرأي دينا متشبتين بالموقف دينا احنا على حق وهذه الناصرة ما غاليش يديونا لحق دينا الاس الاس شنو كتقول كيشيرون جوغار دينا الكنفلكتو ديناماتيو كوانسلو ومارتدو انترنازيونال الانجليا الاميزمو يعني كل هوم نفس العناوي ولاعبين يعني كانوا غاديدخلو يلعبو يعني كيما كانوا قولوا بدرجة دينا بالزبطة يعني غير بالشرط وبالزبطة وعندهم الحق يعني كانوا غاديدخلو الكاف ولا التحاج جزائري في موقف يعني اوف يعني علاش لأنه دون الأقميصة دينا وشكون هذا اللي غاديدخلو العقل على أنه يعني اه اتحاد بالي اه الجزائري يعني اخدال أقميصة بالي كانوا غاديدخلوها بزب ومندوب دي المقابلة واني ما خلوهم شي يدخلو يعني كانوا القادية كانت غاديدكبير بزب واللي انقض الموقف وانقض الجزائريين هو المندوب دي المقابلة اللي منعهم أنهم يدخلو عليها يدخلو غير فارق اتحاد العاصمة أما فارق مهضة بركان كان موقف يعني مع القانون يعني جاي يلعب بكل شي ديالو ولكن هما منعهم هذه القادية هذي اللي ما اترق لها اتشي واحد واترقت لها الصحابة الإسبانية كذلك يعني خبراء يعني تونسيين مصريين إماراتيين أمريكيين كنبيين يعني من جميع الدول كلهم يعني اعطاوا الحق للفريق نهضة بركان أنا باش ما نطولوش علكم بزاف أنا أطالب يعني من البطولة الوطنية أنها تفرض على جميع الأندية وكلارو جميع الأندية غادي ترحب بالفكرة أنهم يعملو يعني الخريطة في الأقميصة ديالو نعملوها في اللوغو يعني كل شيء هاي في معمرة حيث في اللوغو الخريطة ديالنا ونفرضو على اللاعبين الجزائريين اللي يمارسون في البطولة الوطنية ويتقاضون أجراء من أجل ذلك أنهم حتى هوا ما يلبسون كما قبل لاعب الويداد لاعبين كانوا في الويداد كانوا لابسين يعني تيشورتات ديال التماريخ بالخريطة المغربية كاملة مكمولة سأمن الخوط هما دابا شوف القادية يرى محسومة غير خصو يخرج القرار النهائي ولكن محسومة لصالح فريق من هذا السبركام فلاتان سيبر هما كيقولوا إذا تحس ما تبه هات الشكل ما غادش ينجيو كينا آخرين كيقولوا من لا امشيو هما التحاد الجزائري باغي حتى يخرج من الكاب يعني تهديدات باش يخرج من الكاب يعني يعطيونا وخامة عدناش الحق يعطيونا الحق واش تفهمنا المهم احنا ما نطورش عديكم بزد كينا مجموعة من الفيديوهات والمواضيع اللي غاد نشاركوها معكم يعني مستقبلا انتوما ما تنسوا دخلوا عن الدخلasty دعوهم بالتعليق ديالكم طرحوا عليهم يعني افكار طرحوا عليهم المواضيع اللي بغيتوا يتكلموا فيها يقدروا عليكم واحد الفيديو في النهار على واحد الفيديو في اليومين دكش على حسب يعني الاحداث كانت تعجبكم البطولة الاسبانية يتدرو عليها خليونهم بتعليق ديالكم بغيتوا ميتطرقوا فقط يعني القرى المغربية او اللاعبين اللي هنا في أوروبا أو مواضيع اجتماعية اللي بغيتوا خليهم لهم في التعليق ودخلوا عندهم الانستغرام ديالهم وما غادي نزلوا لكم هذا الانستغرام ودخلوا عندهم وقترحوا عليهم وما بغي نعملوا واحد الفيديو يكلوا أي كيفا شنو عدي الفيديو اللي قلتين يعني لا ولكن توماش انو غادي تنزلوا ببوست وشنو غادي تنزلوا بانستغرام سي عمقوا نزلوا برغونتاس هما يبقوا يساقسونوا وحنا نزلوا لهم الفيديوهات هادي نزلوا أسئلات وما تسولوا هما يجود أسئلات تتعلق يعني بالمحتوى اللي غادي عملوا في القناة صحيح يدخلوا عندهم آدم إلو آي وكينا يعني روابط ديال فيديوهات دياله ومنزلوا عندنا في المونيضات لذلك الحين ترون أفرصكم نهاركم بروك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته